على ذكر مروان عطية وانت تتابع كل مباراة الدولة بتباية التعاملك يعني هل كنت تتوقع تقالدك مروان عطية في النادي اللي انت خلاص ومروان عطية كان لعيب كويس او في الاتحاد بس في بعض اللاعبين لما بيتحركوا للاهل او الزمالك ما يظهروش بنفس المستوى مروان قدم المستوى اللي كان بيقدمه في الاتحاد وافضل كمان مع النادي الاهل مع منظومة النادي اللي كنت متوقع ده بص مروان انا سنة 2016 او 2017 كنت مدير رياضي النادي ومروان كنت انا شكلت قطاع الناشئين وهكذا يعني وكان وقتها الدكتور محمود مشالي رئيس النادي يعني فجالي المدرب قال لي كان اعتقد الكابتن حسن مرسي مدرب في قطاع الناشئين وقال لي في لعب كويس كذا 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 اسمه مروان المهم كان من كافر الدوار مروان كان عايزين كذا خمس تلاف جنيه رحت الموقع والخمس تلاف كان صغير مروان اه كان ولد صغير بس كان واعد واضح وكمل معنا الحد ما الكابتن طلعت يوسف اداله الفرصة الاولى يعني وانا بعد ما الاهلي خدوا اتسألت هذا السؤال فقلتلهم مروان عاطية هيبقى افضل ديفندر في مصر والمستقبل بتاعه في منتخب مصر فالناس استغربت صحيح وكان في برنامج تلفزيوني يعني تاب ليه قلتلهم لان مروان سغير في السن وقابل للتطوير ودي ميزة موجودة في مروان مروان على فكرة بيلعب في حدود المهام اللي بياخدها من المدير الفني اللي هي معظمها دفاعية صحيح مروان عنده جزء الهجومي متميز لكن تعفل نادي الاهلي مفيش هزار حدش يخرج عن المنظومة نظام نظام اه لكن مروان عنده قدرات هجومية كويسة سنه صغير بيتطور باستمرار وحتى وقتها قلت يعني في الاهلي وضامن مكانه لان عمر السلية يعني خلاص ربنا ادي له الصحة طبعا السن بدأ يكبر حمدي فاتحي كان فيه كلام على الاحتراف ديانجي فيه كلام على الاحتراف صحيح فالمكان ده بقى فاضي صحيح للاعب متميز فانا كنت متوقع له ان مروان انا متابع يوم بيوم يعني من قبل ما روح النادي الاهلي وانا دربته شخصيا فلا لعيب ما شاء الله عنده احسن من كده